السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة بقى مع بان كيك الأوريو بان كيك خطير وسريع يلا بقى معاكم شيرو من قناتي يوميات مطبخ شيرو لو اول مرة تشوفوني اتمنى تشيكوا في القناة يلا نشوف احتاجي النهاردة هحتاج حوالي من 6 ل 7 من باكيتات الأوريو ونهاردة مساعدة التشيف معايا هو حمزة ابني هيطلع لكم كل باكيتات الأوريو كده يفرغها في البول بتاعتنا النهاردة خلص كل الكمية هنبدأ نفتح كده الأوريو من جوة وناخد الكريمة الجوة هعطاها في بول تانية الكريمة الواحدة هنفصل البسكوت لوحده في بول والكريمة في بول الكريمة بتاعته الأوريو بتمتاز بحاجتين اولا هي مسكرة قوي 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 الحاجة التانية هي لازجة يعني من زي الكريم شانتي العادي لقى فيها نسبة من اللزوكا هتبقى جميلة جدا جدا لما نضفها على الكريم شانتي التاني اللي هنعمله يلا بقى نفضي كل الكمية اللي موجودة عندنا الوريوهات تبقى بسكوت بس ما يبقاش عليها اي كريمة عشان نقدر بعد كده نكمل المشوار يلا نخلص كل الكمية وبعدين اقولكو الخطوة الجاية معنا هتبقى ايه كده خلاص خلصنا كل الكمية بتاعتنا فصلنا البسكوت عن الكريمة بتاعتنا هبدأ بقى اجيب كيس كده من اكياس التلاجة وانقل فيها البسكوت بتاعي وبعد كده ممكن استخدم حاجة متنين لايه ما استخدم الفود بروسيسور لإما هبدأ اني اكسر البسكوت جوه كيس التلاجة عشان ما نعملش مواعين كتير هتكسره باي حاجة تكون تقيلة ممكن بهامر بتاعتي بتاعت المطبخ او ممكن به ايد الهون او ممكن كمان اني استخدمت هنا المكبس بتاع القهوة ببقى تقيل وساميك اقدر اكسر به البسكوت بتاعي وتطلع لي النتيجة المرجو هسيب بقى حمزة يكمل معاكم بقية البسكوت لحد ما يكسره كله وبعدين نشوف الخطوة الجاية هنعمل فيها ايه هجيب البول بتاعي كده وانزل فيه بقى بالبسكوت بعد ما كله اتكسر وابدأ اكون مجهزة عندي كوبايتين من الحليب هنزل الاول بكوباية من الحليب وسيب البسكوت يتنقع فيه كوباية الحليب دي شوية نقلب كويس وانسبع حوالي عشر دقايق كده لحد ما اتأكد ان البسكوت نقع جامت خالص ويشرب كل الحليب اكون مجهزة عندي بيضة واحدة كبيرة بدرجة حاط الغرفة او بطين صغيرين ابدأ بقى اقلب كده المكونات مع بعضها علشان البسكوت يدوب خالص في الحليب هجيب بقى الكوباية التانية انزل بيها شوية شوية على البسكوت بتاعي زي ما انتم شايفين كده يدوب اكتر واكتر ولو لقيت حتة لسه نشفة ابدأ برضو اتك عليها لحد ما دوبها في الحليب بتاعي ممكن طبعا نستخدم في المرحلة دي الهند بلندر بس يعني انا محتاجتش استخدم اي هند بلندر تاني خلص كده البسكوت بتاعي دي بانزل بيه البيضة بتاعتي وطبعا مع البيضة دي هحط معاها فانيليا الفانيليا السايلة وممكن نستخدم اتنين من الفانيليا فانيليا السايلة والفانيليا كمان البودر احط شوية منها سوغنانين نقلب بقى المكونات كده كلها مع بعضها لحد ما تختلط كلها ويكون مجهزة عندي البيكنج بودر احط ربع معلقة بس من البيكنج بودر لان كل ما بتزيد كمية البيكنج بودر كل ما بتزيد فققية الف البانكيك وانا مش عايزة البانكيك بتاعي دوت يبقى فيه فققية كبيرة خلصنا الخليط بقى خليط ناعم سموس جدا 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 ها هو دوت خليط البانكيك الوريو بتاعنا هبدأ بقى اكون مجهزة عندي صاجة البانكيك او فطاسة تكون مسطحة وابدأ احطها عندي على البوتجاز ونشوف هنعمل ايه هجيب كده معلقة صغنانة خالص امسح بيها على الصاجة بتاعتي وطبعا اعلي النار بتاعتي لازم تكون صخنة وابدأ انزل بيه الوريو هحط كميات كده متساوية ولا هي كتيرة يعني ما تكونش بانكيك كبيرة ولا هي صغنانة حجمه متوسط كده بحيث ان هعمل في الاخر طبقات كده من بانكيك الوريو الخطيرة زي ما انتو شايفين كده هو على طول بدأ يطلع الفقاقية انا زاد مني الباكينج بودر شوية بس بجد الطعم كان خطير خطير وما اخدتش وقت اول ما هلاقي بدأ يطلع فقاقية في التروف وبدأ اتجمد كده شوية يبقى كده البانكيك بتاعي بدأ يستوى ويهقلبه على الناحية التانية زي ما انتو شايفين كده خلاص بدأ يبقى جامد من التروف هنقلبه بقى على الناحية التانية بجد جميل جدا 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 ريحة حلوة قوي هتكى عليه كده عشان اتأكد طبعا هو بياخد وقت شوية على الجنب الاول لكن الجنب التاني ما بياخدش وقته خالص لانه خلاص استوى هبدأ بقى احط الكريمة بتاعتي اللي كانت ما بين الوريو هحطت عليها ثلاث معالق من بودرة الكريم شونتي مع لقتين من اللبن البودر بتديها تستحيله لو مش موجود ممكن استغاما عنه مع كوباية صغننة من الحليب السائع المتاليك اضرب بقى كل المكونات بتاعتي دي مع بعضها لحد محصول على كريم شونتي لازل كده شوية وساميك شوية عشان هو ده اللي هحش به بين طبقات البانكيك عشان هعمل بانكيك اوريو خطير ورع والنهاردة هعمل لكم نوعين من البانكيك هعمل لكم بانكيك اوريو بالكريم شونتي بس بتاعنا وبانكيك اوريو بالكريم شونتي والنوتيلة تابعوا معايا وشوفوا الطريقتين هعملهم ازاي هنجيب بقى البانكيك بتاعنا بعد ما يبرد خالص يا جماعة تمام البرودة ما ينفعش استخدمه وهو سخن او ديفي حتى لا لو انا طلعته ممكن احط في التلاجة كده دقيقتين او خمس دقيق بحيث ان هو يبرد خالص همسك احط عليها في السنتر بتاعها او في المنتصف بتاعها معلها صغننة من الكريمة بتاعتي وقفل عليها بواحدة تانية وقفل من الطروف بتاعتي كده هي دي الطريقة الجميلة لعمل بانكيك بالكريم شونتي طبعا نعمل نفس الموضوع التاني زي ما انتوا شايفين الكريمة لازجة شوية عن الكريم شونتي العادي وهي طبعا مسكرة احنا محطناش عليها ايه سكريات لان الكريم شونتي بتاع الوريو بيبقى متسكر شوية عن الكريم شونتي العادي اتكي كده عليها طروف ممكن طبعا اخدها احطها في التلاجة هعمل النوع التاني وهو باستخدام النوتيلة النوتلا بتطفي طابع ورائع وخاص على بانكيك الأوريو هعط معلقة صغنانة كده من النوتلا أمسح بيها الطبقة الأولية وأجيب كمان ويعتمني معلش هجيب بقى كمان معلقة صغنانة من الكريم شانتي أحطها في النص بتاعي وأبدأ أقفل عليها بالبانكيك التانية بحيث أن أعمل طبقة من البانكيك وأقفل من طروفة تكة عليها لحد ما تتقفل خالص معي أتأكد أن هي بقت مقفلة وأبدأ أرسها عندي في الطبقة بتاعي ونحطها في التلاجة نعيد طبعا نفس الطريقة دي إن أنا أمسح طبقة من النوتلا وفي النص أحط معلقة صغنانة من الكريم شانتي بتاعي المميز نقطعها كده من النص ببريكو ممكن نرش عليها شوية من الجوز الهند أو ممكن لأ طبعا براحتكم خالص بجد طبقات رائعة من البانكيك المحشية بالكريمة أتمنى تجربوا من الطريقة بتاعتنا ولأول مرة تشوفوا من قناتي أتمنى تشيركم في القناة ولأول مرة تعجبكم فيديوهاتي أتمنى تفعلوا من زرار الجرس يوصلكم مننا كل جديد وزي ما بنقول كل مرة استمتعوا تفعلوا من الواتفاتي أتمنى تشيركم في القناة